إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ دُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطونة من دومكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البطوغ من أفواههم وما تخفي سدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات السدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدود من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إن الذين كفروا لن دغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن دغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن دغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصوبت فيها سر أصوبت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصوبت فيها سر أصوبت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصوبت فيها سر أصوبت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطونة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البضوغ من أفواههم وما تخفي سدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطونة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البضوغ من أفواههم وما تخفي سدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطونة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البضوغ من أفواههم وما تخفي سدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات السدور ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات السدور ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات السدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدود من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدود من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدود من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَةً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَعْيُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيهَا سِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَحْلَكَتْ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِذُونَ دَمٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِذْتُمْ قَدَبَذَتِ الْبَغْضُؤُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرْ قُدَ بَيَنَّا لَكُمُ الْآيَادِ إِنْ كُنتُمْ تَعْتِلُونَ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَكُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خُلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُودُوا بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَدٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُسِبَقُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَجُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُهُ وَإِذْ غُدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَوْعِدَ لِلْقِدَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر